احبائي غضب الله عندما يحمى شيء خطير ومخيف جدا نقرأ عنه في العهد القديم انه الرب اضطر انه يرسل الطوفان بسبب شر الانسان الله ارسل نار وكبريت ودمر ورمد مدينتي سدوم وعمورة ومدن اخرى في مدن السهل في الغور في غور الاردن حمية غضب الرب مكتوب لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن عشرين يعني بيتكلم شح يشوفوا ارض الموعد من عشرين سنة وطالع لانه اهلك كل الجيل القديم في الصحراء بسبب طبعا تذمرهم على الله فحمية غضب الرب على اسرائيل واتاههم في البرية اربعين سنة حتى فني كل الجيل الذي طبعا فعل الشر في عيني الرب سفر العدد اصحاح اتنين وتلاتين مثل ما ذكرت انه في بعض الاحيان غضب الله يؤجل او بيطول باله بيطول اناته مثل نينوة لما ارسل يونان النبي ورب اعطى فرصة لنينوة ان تتوب لكن في ايام نحوم حوالي مئة سنة بعد هاي الحادثة انه الله فعلا ارسل الدينوني على نينوة لكن غضب الله عظيم غضب الله معلن وغضب الله طبعا مخزن للانسان اللي بمارس الشر اشتركوا في القناة